انت حضرتك بتشتغل في مكان مهم جدا ولما تمسك رئيس جمهورية طيب اسمعنا من التلفزيون الأستاذ الكريم رأى في المنام انه هو لقى نفسه انه هو بقى رئيس جمهورية طبعا مسئولية كبيرة اوي 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 الله يكون فعونهم الله يكون فعون الرؤساء والملوك ربنا سبحانه وتعالى اختارهم في مكانه صعب اوي يسألوا عنها مكانة متعبة مكانة فيها ارهاق اوي 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 فالأستاذ الفاضل لما يلاقي نفسه انه هو بقى رئيس جمهورية وهو شغال في دار الثقافة او شغال في منصب او حاجة كويسة سوف يرتقي في عمله سوف يرتفع شأنه هيبقى حاجة كويسة في يوم من الايام ربنا هيعزه ربنا هيرفع قدره وان هو بيكلم ده وبيكلم ده وبيكلم ده يبقى داليلة على انه هو هيقدر يفيد اللي حوالين منه ليه؟ لان رئيس الجمهورية ما يعودش على المنصب ده او على كرسي ده اي واحد لان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب رئيس الجمهورية ده كاتبه من اول خلق ادم لغاية وقتنا ولغاية يوم الايامة كل واحد على يقعد على كرسي فهو مكتوب اسمه زي رئيس السيسي كده ربنا يعزه وينصره على العدوه مكتوب اسمه من قبل ما يتولد